مصطفى زيد مواطن بسيط عادي جدا يقدم نهارو يبدأه بشكل طبيعي عادي لكن المشاكل ما سايبتوش يبدأ كل مرة عنده مشكل كل مرة حاجة تنضاف للمشاكل هذي كل الى درجة انه ما عادش نجم يقبلها يقبل 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 مشاكل هذي اللي هي صغيرة تتواتر عليها كل مرة حاجة 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 ومن بعد بريمون ما عادش نجم يقبل يقول لا كان الرجل يمشي ويحاول يتجاوز المشاكل يقف يقول لا انا ما عادش قررت اني ما عادش نقبل ونخلي كل الاشياء اللي هذي كان اخذنها انا فانحب نغير من وضعي عبد المنعم بين المسرح والسينما طبعا المسرح بالرغم اللي انا تو نقدم في فيل ما يظهر لهم اللي هو كونترادكتور سيفري لا لا المسرح اهم لانه كل اولا مدة الزمنية اللي انقضيها في المسرح مدة طويلة لباش نحضر شخصية مع الناس كده ثم انه الفعل المسرح يفعل اني يعني في كل عرض انا العب امام الجمهور ونعيش فطرة فيها انا الان وهنا يسي مانتنو انا نقدم في العمل هات اللي يسي مانتنو في السينما متأخر يعني قدمت في وقت التصوير لكن مبعد نبدأ انا مرتاح نتفرش الفيلم كيف الناس الكل حاجة ما ما تعجبنيش برشا ماذا بيه نبدأ انا في علاقة مباشرة في تفاعل مباشر مع الجمهور بخلاف تكويني لولاني اللي هو المسرح اللي هو ماناها حيات وكهو مانا اكثر من اكثر من اني مهنة انا نعيش هذاكا نحب نعيش هاللي ممولي نكون فهمه نكون فهمه يعني حواسي وادراكي ومعارفي والكلام اللي نقول فيه وقتها نعيش فيه موش مأجل ولا انا نفكر في حاجة اخرى ما ننتفرش في الفيلم انا نبدأ نفكر في حاجة اخرى في السينما في المسرح له انا نمثل انا نعيش في المسرح اللي نعيش فيه مفهمش تلفزة مفهمش برشة انتاجات لم يتم اقتراحي اكثر مدة طويلة عاطف بن حسين فكر فيه السنة الماضية كنت مع صديقي في العمل امتاعه لكن الحقيقة ما يفكروش فيه في تلفزة ولا لا اروقوا لهم ولا ما نعجبهمش ولا لي هو لسباب متعدة على كل حال مفهمش مقترحات في الاتجاه هذائي وهذا ما يقلقنيش بالكل ووقت اللي باش تجي تلفزة ان شاء الله تجي بالكبير وانا نقول انو الجمهور اللي يحب يشوفني في تلزة باش يشوفني اذا كان في يوم ما في عمل كبير نكون فيه كما يتمناني هو يحب يشوفني